في بداية الفيديو ده انا مش هعمل مقدمات ولا هقول اي حاجة هطلب طلب بسيط من كل اللي بيشاهد هذا الفيديو انك تكتب بس لا اله الا الله في التعليقات دلوقتي حالا وكمان تدوس لايك للفيديو لان ده فيه معلومات مهمة في غاية الاهمية واوعدك الفيديو مش هيبقى طويل وهندخل في الموضوع على طول لمتابعة كل الزلازل والموضوعات المهمة هنشوف دلوقتي موضوعات في غاية الاهمية والخطورة بالفعل تلات موضوعات مش اكتر ولكن هنبدأهم بمجموعة من الزلازل في الوقت الحالي وانا بكلم حضراتكم دلوقتي الساعة ستة ونص صباحا بتوقيت مصر من يوم سبعة وعشرين اتنين عشرين تلاتة وعشرين وربنا يعدي فبراير على خير ادي زلزال لسه بكلم حضراتكم دلوقتي حالا في الصين خمسة على مكياس رختر وفي زلزال اخر حصل كبير في الهند وهجب لكم في اي منطقة وايضا فيها الزاية ارضية في ناحية اليابان وادي زلزال الاسكا ده مجموعة من الزلازل بتحصل في امريكا والاسكا ولا قدمت عليها ده خمسة على مكياس رختر في امريكا والعاصفة التلجان عامل عنهم فيديو كامل هتلاقوهم موجود على القناة آآ لان امريكا في مؤشرات يعني مش عايز اقول آآ يعني مخيفة ولكن الناس ممكن تزعل من اللي موجودين هناك العرب مزبهمش اي حاجة وبوجه اتحال كل الاخواتنا العرب اللي موجودين في امريكا والمختاربين اللي موجودين في كل حتى في العالم اندونيسيا مليئة بالزلازل وهنفهم مع بعض كل ده ولكن هنروح لموضوعنا المهم ونرجع للخريطة مرة تانية كلمة نهاية العالم بيتم تدولها خلال اليوم كتير جدا والناس كتير بتستعملها علشان المشاهدات لكن هنشوف واحد النهاردة مسؤول من الامم المتحدة يعني ناس آآ مسؤولة في الامم المتحدة بتشوف نهاية العالم بعنيها وبيحكي عن الكارسة هل بعد الكارسة دي وبعد اللي حصل انا بتكلم دلوقتي عن سوريا عن الدول العربية لانه وزار سوريا وزار تركيا وهيتشوفوا ليه هل بعد هذه المشاهد هنشوف تعديل المصار في الدول العربية او امريكا هتسيبنا شوية في حالنا هتسيب سوريا هتسيب كل الدول العربية هنفهم ده مع بعض وهنتكلم عليه خلال المقار قال ديفيد بيزلي ده رئيس برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة في تصريحات بعد زيارته مدينة انطاكيا في اقليم هتاي التركي انه واجه مشاهد مروعة اثناء زيارته للمناطق المنقوبة بالزلازل في جنوب تركيا قائلا ان هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم هو نهاية العالم وفقا لوكالة رويترز واضاف الاستاذ ده بيقول لقد تساوت احياء كاملة بالارض ودمرت المنازل واغلقت المدارس والمتاجر وفقدت الالاف او فقدت الالاف من الارواح لافتا الى ان جحيم الدمار هنا غير معقول كما اكد في بيان له ان وضع او الوضع من الجانب السوري يعني يركى الى مستوى كارثة فوق كارثة في اشارة له الى الحرب التي استمرت اتناشر عام يعني طالما بتقولوا كده انا رأيي الشخصي ان انتو بقى بحسكوا بقى خليكوا بقى في امريكا شوية يعني ركزوا في بلدكم وشوفوا الصين عايزة ايه من كم ده رأيي الشخصي علشان برضو الناس المختاربين اللي في امريكا اللي بيسمعوني ساعات بيقولوا احنا زنبنا ايه وليه بتدعو علينا انا مبدعيش على حد انا بوجه التحية لكل اهل اه يعني امريكا اللي هم العرب لكن الشعوب والسياسات بتاعت امريكا دول يعني انا مليش دعوان هتكلم عليهم اصلا الناس كفيلة لوحدها بتكتب في التعليقات يعني ما لز وطاب ولكن انا بناشد اخواتنا العرب اللي موجودين في امريكا وكل اه الدول الاوروبية يعني اه ربنا يحفظكم وينجيكم وان شاء الله يعني لا يمسكم اي ازا وشدت مدير برنامج الاغذية على الضرورة الملحة لزيادة توصيل المواد الغذائية الى سوريا وذلك عبر جميع الطرق دون اي قيود يعني ونحن نتمنى ذلك وافادت رويترز يعني الوكالة بتاعة رويترز قالت ان برنامج الاغذية العالمي اعلن ان ديفيد بازلي ده قد زار مركز لوجيستي تابع للامم المتحدة حيث يتم تحميل الشاحنات بالاغذية وامدادات الطوارئ الاخرى قبل العبور الى شمال غرب سوريا وفي السادس من شهر فبراير الجاه درب الزلزال اللي انتو عارفينه وكلنا عارفينه ومجموعة بعدها من الزلازل ولكن هنشوف برضو مقال مهم جدا جدا عشان الناس اللي قلقنا والناس اللي بتتكلم عن الباحس الهولندي واعلاقة الباحس الهولندي اللي هتكلم عليه دلوقتي ونهاية العالم وهذه الاشياء تعالوا مع بعض نشوف وكلام ناس متخصصين زي ما نشافيك كده زلازل وكائنات فضائية وتصادم كواكب البحوث الفلكية بتكشف حقيقة اقتراب نهاية العالم حلو الكلام ده طيب البحوث الفلكية عن تنبؤ العالم من الهولندي بالزلازل تنجيم ومش عايزين نديره اكبر من حجمه ده مش كلامي مصدر الخبر اهو موقع اسمه صدر البلد وموجود على موقع تانية كتير موقع محترم صدر البلد ويعني بيجيب الانباء بالفعل ولكن هنشوف المصدر الدكتور جيلوجي بيلزلزال اتنين وتسعين سوف اتكرر مرة اخرى بعد تسعتاشر عام البحوث الفلكية تلك هي حقيقة وجود الكائنات الفضائية وهنشوف كل ده مع بعض علشان بس البحوث فكاهم الكامل في يد الله وليس بمجدور بشر تحديد الموعيد كلام يعني في غاية الاهمية اه والناس لازم توعى وتشير الفيديو اقسم لكم بالله انت بتشاري الفيديو وبتخليه روح لأكبر عدد من الناس انت بتشارك في الدعاء وبتشارك في التوعية الناس ومازال زلزال تركيا وسوريا المدمر والذي حدث صباح يوم ستة فبراس متوارفين بيشير الزعر فبتحدث العديد في الوقت الحالي ان تأثير الهزات الارضية في تركيا مستمرة وان الارض تستعد وستشهد زلازل كثيرة وان مصر سوف يحدث بها زلزال مدمر في امكانية او مع امكانية حدوث توسنام وتمتلق المواقع بده وبالحديث ان مصر كسرت بها الزلازل تلك الهزة الارضية الناس بها متخصصين ان حصار المياه اللي الناس سألت عليه في بعض الشواط يتبعوا توسنامي وكل الناس اللي تكلمت عن ده الامر الذي دعا البعض الى اطلاق عدد من التحذيرات اهالي المدن السحلية عفوا والذي يعزز هذا الامر اه توقع العالم الهولندي يستنبأ بزلزال في سوريا الاسوأ لم يأتي بعد وقعد يقول كده العالم بقى الهولندي بيصير الرعب الاسوأ ونزل بوست هوري لحضراتكم بيقول ان زلزال جاي تمانية رختر وظهر العالم الهولندي على السوشال ميديا زي ما انتم عارفين بشأن حدوث الزلازل ووقتها قائلا قد يحدث نشاط زلزالي في الفترة ما بين خمسة وعشرين ستة عشرين لكن ربما ليس كثيرا اه لحد الاسبوع الاول من شهر مارس وده الخطر رد بعد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد الكامل للبحوث الفلكية على الاقويل والمناشدات التي خرجت على السوشال ميديا بان اهالي المدن السحلاء ان يتركوا فورا خشة من حدوث تسنامي وقال القاضي حالة الهلع والخوف الزاد والتهويل المتواجد على المنصات التي تنتشر فيها الشائعات ليس لها اي اساس من الصحة يعني ولا حد يسيب مكانه ولا الكلام الفاضي ده خالص لذلك يجب تحرد دكة وتلقي المعلومة من مصدرها عشان كده احنا بنجيب لحضراتكم كل شيء بالمصادر واكد رئيس المعهد الكومي البحوث الفلكية ان الاراضي المصرية امنة تماما ده اللي يهمنا اه واتكلم عن يعني اه الزيادة والتوسع العمراني ادى شعور ببعض الهزات الخفيفة اه فيها من اليومين اللي فاته كانت ناس كتير بتقول في مصر فيه يعني اه زلزال في مصر لكن رجعوا قالوا ان دي انشاءات البحوث الفركابة بتكذب اه بتوقع العالم الهولندي ورد على توقعات العالم الهولندي جاد القاضي قال ان العالم الهولندي منجم وليس عالم زلزالي فان التنبؤ بالزلازل امر غير ممكن في الوقت الحالي على مستوى العالم اجمع ولكن يمكن توقع حدوث زلازل في بعض المناطق من خلال متابعة النشاط الزلزالي بس وبعد كده دي تكاهنات مجرد تكاهنات للراجل ده واوضح ان طريقة العالم الهولندي اللي يتنبأ بها بحدوث زلازل والتي تعتمد على حركة الكواكب والنجوم وطريقة واشكال ظهورها على الارض غير علمية ادي الرد يا جماعة للناس المسؤولة والناس اللي مفروض اه هي اللي بتقول كل حاجة الراجل ده وادي موضوع الكائنات الفضائية اوضح انا يتم رصد الكائنات علمية تسند الوصول الى اي كائن غير بشري حتى بعد تطور التكنولوجيا الكبيرة يعني الناس اللي بتقول فيه كائنات فضائية انا بقول لكم اللي هو قاله اه لحد دلوقتي ما مسكوش اي حاجة غير فضائية وادي المواضيع كلها جماعة عشان الناس برضو ايه اوضحنا لحضراتكم كل شيء ولكن هجيب اه البوست بتاع العالم او الراجل الباحث الهولندي اللي قال موضوع اه الزلزال الكبير زي ما انتم شايفين كده خريطة الرعب بالحمراء وده عملنا عنه فيديو ولكن الجديد بقى يتوقع زلزال جديد بقوة تمانية فاصل خمسة ريختر ويحذر الصحفيين يعني الراجل اه يعني المقالة هو وادي البوست بتاعه لكن اه يعني الراجل ده انا جبتلكم رأي العلماء اه عن الموضوع وجبتلكم كل حاجة وانتم عليكم يعني اه التحديد ولكن العلم عند الله عن اه يوم القيامة وعن الناس اللي هما غير بشريين وعن هذه النوعية ولكم مطلق الحرية في التعليقات مدام نحترم بعضنا البعض ولا تنسوا الدعاء وذكر الله بشكركم جدا ما تنسوش شاير الفيديو اعملوا مشاركة بعتوا على الواتساب حطوا على الفيسبوك حطوا في كل حيطة عشان خاطر الناس بالفعل تشارك بالرأي والدعاء شكرا لكم اسابكم على خير واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة